بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في قناتنا مع الدرس الثاني مع ضمائر المخاطب في الفيديو السابق تكلمنا عن ضمائر المتكلم وكيفية توظيفها اليوم سنتكلم عن ضمائر المخاطب وكيفية توظيفها على الفعل الماضي والفعل المضارع على الطاولة نجد المعقم نقول وضع الولد المعقم أمامه وضع الولد المعقم أمامه الفعل في هذه الجملة هو وضع وضع هذا الفعل في زمن الماضي إذن ضمائر من الذي وضعه الولد الذي كان يراجع في دروسه إذن ضمائر المتكلم نستعملها لما نخاطب شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء مفرد أو مثنى أو جمع ضمائر المخاطب هي أنت أنت للمفرد أنت للمفرد مذكر وأنت للمفرد المؤنت للمثنى نقول أنتما للمذكر وأنتما للمؤنت في الجمع أنتم لجمع المذكر وأنتنا لجمع المؤنت الآن نقوم بتصريف الفعل وضع في الماضي مع ضمائر المخاطب نقول أنت نعم أنت وضعت أنت وضعت أنت وضعت المعقمة أمامك أنت وضعت المعقمة أمامك أنتما هنا المثنى نقول وضعتما بالمد وضعتما اثنان وضعتما إذن أنتما وضعتما مذكر وأنتما وضعتما كذلك للمثنى المذكر المؤنت لما أتحدث أو أخاطب مجموعة أقول أنتم وضعتم أنتم وضعتم للجمع المذكر للجمع المؤنث نقول أنتنا وضعتنا وأشدد على النون أنتنا وضعتنا إذن هذا تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب الفعل الماضي وضعه لكي يصبح نحوله إلى الفعل المضارع ندخل عليه أحد أحرف المضارع التي رأيناها سابقا وهي نجمعها في كلمة أنات الألف والنون والياء والتاء في المفرد المذكر في المفرد المذكر أنت تضعو أنت تضعين أنتما تضعاني أنتما تضعاني للمذكر وللمؤنت مثنن المذكر تضعا أنتما تضعاني وأنتما تضعاني أيضا للمثنن المؤنت للجمع المذكر أنتم تضعونا ولجمع المؤنث أنتنا تضعنا بدون تشديد النون أنتنا تضعنا نحاول الآن هذا قمنا بتحويل الفعل الماضي إلى المضارع مع تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب وتصريف الفعل المضارع مع ضمائر المخاطب نحاول تطبيق ذلك الآن استخدم ضمير المخاطب رأينا أن الضمائر المخاطب هي أنت أنت أنتما 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 للمذكر وأنتما للمؤنت أنتم للجمع وأنتنا للجمع جمع المذكر وأنتنا لجمع المؤنت يجب أن نميز أولا الضمائر طالبة ذكية إذن هذا مفرد ومؤنت إذن ستكون أنت نعم أنت طالبة ذكية مهندسون بارعون هذا الجمع ولكن هل جمع مذكر أم جمع مؤنت نعم جمع مذكر أنتم مهندسون بارعون تلميذتان مشتهدتان مسنع مسنع ولكن مسنع مذكر أم مسنع مؤنت نعم مسنع مؤنت أنتم تلميذتان مشتهدتان لاعب مبدع هذا مفرد ومذكر إذن أنت 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 لاعب مبدع أمهات رائعات نعم ستكون أنت أمهات رائعات جمع مؤنت و جمع مؤنت نعم أنت أمهات رائعات وأخيرا طبيباني ماهراني طبيباني فهذا مذكر مثنع مذكر ومثنع إذن نقول أنتم طبيباني ماهراني ماهراني إذن هكذا بيزنا بين الضمير المفرد المذكر والمفرد المؤنت والمثنى المذكر المؤنت والجمع للمذكر والمؤنت نحاول الآن أن نوظف إحدى الضمائر المخاطبة مع الفعل الماضي والمضارم أنت تستعمل المفرد المذكر مثال أنت رجل شجاع نقول أنت رجل شجاع لما أقول أنت 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 تساعد الضعفاء هذا استعملنا فهو مخاطبة المفرد المذكر أنت رجل شجاع أنت تساعد الضعفاء أما أنت فهي للمفرد المؤنت أنت أم عظيمة أنت تجعلين حياتي جميلة عندنا نحاول أن نستخدم الإجابة الصحيحة لما نوظف أنت وأنت في الجمل التالية وأغير ما يلزم تغييره حسب المثال لاحظ المثال أولاً أنا أرتب غرفتي أنا هو ضمير ضعيناه في الحزب في الفيديو السابق هو ضمير متكلم أنا أرتب غرفتي أنت ترتب غرفتي إذن أنا أرتب هنا الفعل في المضارة إذن نقول أنت ترتب أنا أفهم دروسي أفهم الفعل هنا مع ضمير متكلم أنا هو فعل مضارة أنت أنت نقول أنت أنت تفهم دروسك أنا أخاطب أنت تفهم دروسك أنا أساعد أمي أساعد أمي أنا المتكلم أمي أنا أنا أساعد أمي الفعل هنا هو فعل مضارة أنت ماذا نقول لما أحول المضارة مع ضمائر المتكلم أنت تساعدين أمك لأنني أخاطبها أنا أحترم معلمي أنت تحترمين معلمك نحاول إجابهم الآن حاول أنا أحب النظافة هل أقول أنت تحب النظافة أم أنت تحب النظافة أي الإجابتين صحيحة نعم أنت تحب النظافة لأن أنت لا نقول أنت تحب أنت تحبين النظافة لأن هنا الفعل هو فعل مضارة وأنتقل من ضماء المتكلم إلى ضماء المخاطب أنت أنت تحب النظافة جملة ثانية أنا أفكر بذكاء هل أقول أنت تفكر بذكاء أم أنت تفكر بذكاء حسنت أنت تفكر بذكاء أنا أشارك معلمي أنت تشارك معلمك أنت تشارك معلمي نعم أنت تشارك معلمك هذه الإجابة الصحيحة لأن أنت لا نقول أنت تشارك أنت تشاركين معلمك الآن أنا أنظف مكاني نختار الإجابة الصحيحة أنا أحسنت أنا أنظف مكاني أنت تنظفين مكانك أم أنت تنظفين مكانك نعم نقول أحسنت أنت تنظفين مكانك لأن أنت لا نقول أنت تنظف مكانك أنا أشتهد في دراستي أنا أشتهد في دراستي نختار أنت تشتهد في دروسك أنت تشتهد في دروسك حسنت الإجابة الأولى هي الصحيحة نقول أنت تشتهد في دروسك ولكن أنت تشتهد لا نقول أنت تشتهد نقول أنت تشتهدين في دروسك فهذه الإجابة الثانية خاطئة إذن الصحيحة هي أنت تشتهد في دروسك شكراً وبالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته